السلام عليكم ازايكم ايه الاخبار النهاردة هرد على سؤاليني يمكن من اكتر الاسئلة اللي تسألتني على السوشيال ميديا وفي نفس الوقت بتكرر كتير جدا وهو ابتديت ازاي تداول وليه سبت منصة التداول اللي انا كنت بتداول عليها قبل كده او غيرت منصة التداول للمنصة لكوتكس دلوقتي فخلينا في الشقة الاولاني هو انا ازاي بتدي التداول وايه الحكاية بتاعت التداول بالزبط وليه دخلت على السوشيال ميديا وبرضو عشان الناس بتقول لي انت ايه الهدف من اللي انت بتعمله وطبعا اسئلة كتيرة فبحيث ان انا لم الاسئلة كلها في فيديو واحد بحيث ان حتى لو حد ما عرفش السؤال هبعط لينك الفيديو يقدر ان هو يتفرج عليه مبدئيا كده انا طبعا الناس كلها عرف اسمي طريق علي خريج حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة والحقيقة ان انا كنت شغال معظم شغلي في الاي تي واعدت حوالي عشر سنين في المجال بتاع الاي تي ما بين مصر لحد ما انتقلت بعد الفترة بتاعت السورة لدبي واشتغلت في واحدة من اكبر شركات الاتصالات اللي موجودة اه في دبي وبالذات في المجال بتاع الانترنت اشتغلت في الاي تي والحقيقة ان انا ابتديت اتعرف او اعمل صداقات طبعا بحكم ان انا رحت مكان جديد او بلق جديدة وكان ليا صديق من انجلترا هو انجليزي الاصل والحقيقة ان انا كنت بتصل بالرجل دوت وابنة قابل وكنت بشوف ان هو كل يوم قاعد في كافية قاعد في مطعم يعتبر ما بيعملش حاجة وطبعا في يوم قاعدين مع بعض في قعدة صفة فكنت بقول له صراحة كده انا مش شايفك بتشتغل وفي نفس الوقت شايفك ان انت عايش لايف ستايل معين وانا نفس اعمل زيه يعني انت بتسافر وبترجع كل يوم غالبا انت مش بتطبخ وبتقعد في البيت بتروح الجيم بشوفك قاعد بتقرأ كتاب على البحر الكلام ده وكله قال لي انا شغلي في جيبي قلت له يعني ايه شغلك في جيبك قال لي ببساطة انا شغلي على الموبايل او على اللابتوب وطبعا كان ساعتها ما كانش الهوجة بتاعة work from home او ريموت لي او انت تشتغل ريموت لي كانت طلعة فما كنتش فهمها على الرغم ان انا راجل شغال في الائتي بقى لي عشر سنين فقلت له ازاي قال لي ببساطة انا بعمل اللي انت بتعمله في شهر وطبعا اللي انت بتعمله في شهر انا بعمله في يوم او اسبوع واخدت الكلمة دي على صدري لان انا كنت شايف ان انا راجل باخد دخل محترم جدا وكنت في position معين في الائتي يعني كنت section hub وكان مرتبي حوالي بالدولار حوالي عشر تلاف دولار فانا كنت بالنسبة للناس اللي موجودة في دبي حد من يعني المرتبات العالية جدا فقلت له يعني انت مستحيل تكون بتعمل حوالي اربعين او خمسين الف دولار في الشهر قال لي ده العادي اللي انا بعمله واتكلمت معي قلت له ايه هو المجال اللي انت شغال فيه قال لي التداول او التريدنج فطبعا انا ببساطة التريدنج اللي هي تجارة فقلت له بتجر في ايه تجر قماش تجر سلع قال لي لا التريدنج اللي انا بتكلم فيه ده حاجة تانية خالص وابتدى ان هو يوريني الكلام دوك والحقيقة ان انا في الوقت دوت كان عندي مشكلة كبيرة جدا ان انا بشتغل شفتات وكان شفتي 12 ساعة وساعات نايت شفت ومورنينج شفت وما كانش عندي وقت تماما يعني 12 ساعة وتمن ساعات نوم فانت عندك اربع ساعات بس من ال 24 ساعة اللي محتاج تعمل فيهم اي اكتيفتيز وكان الموضوع دوت مسبب لي مشكلة جدا ان انا حس ان عمري بيروح وما بعملش اي حاجة واتكلمت مع الراجل قلت له انا عايز ادخل في المجال دوت وقال لي المجال بسيط بس مسهل فلازم تتعلم كويس وخلي بالك المجال ريسكي جدا لان انت ممكن تخسر فلوسك في دقيقة فقلت له مش مشكلة انا عايز اتعلم لان ارا بالنسبالي ان انا احتفظ بحياتي او ان انا لقي وقت كتير في الحياة ده بالنسبالي هو الامل والمنع يعني فالراجل ببساطة داني الاسيات التداول صعود وهبوط والكلام دوت كله وطبعا خدت الكلمتين من الراجل وخدت المنصة اللي بيتداول عليها ودي كانت اول منصة ليا في التداول بدون ذكر اسماء لان انا مش هقول اي منصات غير المنصة بتاع الكوتكس اللي انا بتداول عليها حاليا والحقيقة ان انا عملت ايداع وكان اليداع حوالي مئتين واربعين دولار وخسرت ورحت للراجل وطبعا قلت له على فكرة المجال دوت نصب انا خطيت فلوس واشتغلته نصب وانا طبعا كنت داخل بالفهلوة انا راجل اي تي وحعرف اناليز الحبتة ديت وحقق ارباح والحقيقة ان انا خسرت فلوسي في وقت قياسي وطبعا اول ما اسمعني كده اااااااااااااا اعد يضحك وانا طبعاا متغاز وقالت انت بتضحك على اي انا بتتكلم بجد ااااا ابتدى يقوللي طب انت عملت استراتيجية ايه قلت انه ما فيش استراتيجية انا دخلت بدوسي ابياداون قال لي انت كده بتلعب رولت او كده انت بتلعب امار المفروض يبقى في استراتيجية المفروض تبقى محدد وقتك المفروض وي 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 لقيته بيقول لي مويل كتيرة جدا وفي الاخر قال لي انا هعلمك وعلمني والحقيقة ان انا عدت اول حوالي 3 شهور بعافر ما بين ربح وخسارة ربح وخسارة الحمد لله رابع شهر كنت طالع صفي ربح وكان صفي الربح دوت حوالي 2400 دولار انا فاكر مبلغ كويس جدا وقلت لنفسي ان انا هكمل في التداول مع الشغل بتاعي واي وقت فاضي انا هكمل فيه تداول لحد بعد حوالي 6 شهور وصلت فعلا للمبلغ اللي هو كان بيقول لي عليه وعملت حوالي 60 الف دولار في شهر وهنا خدت القرار الاصعب في حياتي القرار الصعب قلت ان انا هكمل تداول شهر واحد مع شغلي انا عامل حوالي 60 الف دولار يعني اقدر ان انا لو سبت الشغل واخب مرتب 6 شهور اشوف اللي انا هعمله فيه الشهر اللي بعده وهقدم استقلتي والحقيقة الشهر اللي بعده عملت حوالي 35 الف دولار فكان المجموع 95 الف دولار قرت كده انا قدامي 9 شهور ونص حسيب شغلي في الاي تي حستقيل قدامي 9 شهور ونص معي المرتب بتاعي احاول اركز في التداول وابتديت فعلا وركزت في التداول ويمكن كانت اول سنة ليا في التداول تعليم شق جدا لان انا كنت بقرى كتب ما كانش فيه يوتيوب ما كانش فيه ناس بتعلم ما كانش فيه كلام كتير قوي ووصلت له بصعوبة جدا والحمد لله يمكن اول سنة كنت هي اللي عملت فيها معظم الفلوس ومعظم الارباح اللي انا عملتها لان انا حتى لما دخلت على السوشيال ميديا كان معايا ارباح او كنت انا محقا ربح او كان صافي الفلوس اللي معايا كانت الحمد لله مبلغ وقدره اقدر اقول على نفسي مليونير باي عملة سواء بالدولار او باليورو او بالسترليني وكنت دايما بحسب كده ان انا عايز دايما ابقى مليونير لو حولت فلوسي لأي عملة درهم جنيه مصري دولار استرليني يورو يبقى انا مليونير وكانت هي دي اللحظة اللي انا وقفت فيها وقلت له طيب وبعدين انا دلوقتي حبتدي سافر وحبتدي ان انا بابقى معايا فلوس بس مش رايف ان فيه هدف الراجل ببساطة قال لي لا انت ممكن يبقى عندك هدف شوف المشكلة اللي وقفت معاك فيه التداول وابتدي حاول ان انت تتجنبها وتشيل الكلام ده طروا الله المشكلة اللي كانت معايا في التداول ان انا ما كنتش لاقي وقت الحياتي دي نمرة واحد نمرة اتنين ان انا ما كنتش لاقي حد يعلمني او يقف جنبي الراجل ما كانش بيعلمني الراجل كان بالنسبة لي جايد او دليل انت اقرى كذا اعمل كذا ما تدنيش اي حاجة هو بس حطني على اول الطريق فيعتبر بالنسبة لي مش منتور حتى هو جايد وهو قال لي انا مش عايز ادخل في حتة ان انا اعلمك او المدرس بتاعك او الكلام ده وكل والتالث حاجة طبعا ان انا شايف ان انا ناس كتير في جيلي مطحونة وبتاخد ملاليم مش هكلم طبعا على العيشة في دبي لكن انا عشت معظم حياتي في مصر وفي الاول وفي الاخر انا مصري وشايف ان عندنا عقول كويسة جدا فقال لي طيب شوف تقدر تتغلب على الكلام ده ازاي قلت رو الله اول حاجة ان انا لو ابتديت ان انا علم الناس التداول وابتدت الناس تفهم التداول وادرت انها تدخل وتحقق ارباح ومكاسب هيبقى عندهم حياتهم هيبقى عندهم وقت كتير واحدة واحدة ممكن الناس لما توصل لارباح معينة تغطي او تبقى اعلى من مرتبة هتسيب شغلها حيلاقوا مادة تعليمية يقدروا ان هما يشتغلوا عليها ودي طبعا كانت البداية بتاعت التداول ودخولي على السوشيال ميديا والاول انا ابتديت على اليوتيوب ما كانش عندي انستجرام ووحدة واحدة الناس او قعدت معاه وقال لي بص المحتوى بتاع اليوتيوب علمي شوية لكن محدش هيتقصر به غير لو شاف اللايف ستايل بتاعك انا النهاردة لو قلت ان انا راجل مليونير لكن انا مش شايف حاجة انا شايفك بتطلع في فيديو في وشك بتشرح حاجة ومش شايف الكلام ده طب انا ايه اللي يخليني اصدق او اخد ريسك ان انا ادخل في حاجة انا معرفهاش عشان انت قلتلي كده فقال لي حاول ان انت تعمل اكاونت الانستجرام بتاعك توسعه شوية وتحط اللايف ستايل بتاعك ما يبقاش شخصي عن مثلا صحابك واخواتك وعيلتك والكلام ده وكله حاول ان انت تكبر ابتديت اعمل كده وبعديها جالي واحد صحبي صديقي قال لي انا عايزك تعلمني قلتله ادخل تفرج على الفيديوهات فقال لي احنا عايزين انا عايز اتداول معاك قلتله ماشي ممكن نعمل كده والراجل برضو ما كانش مصري او عربي ده كان من جنسية تاني قال لي بص انا معايا اتنين تلاتة وبنعرف الدنيا شوية تعال نعمل جروب على التليجرام والصفقات لما تبتدي تتداول كلمنا وابعت لنا الصفقات على التليجرام وكانت جيب بداية جروب الاشارات على بتاع التداول وهو كان بوساطة ابتديته انا واربعة خمسة صحابي وبعد كده الدنيا مشيت طبعا الجروب القديم كان وصل لحد حوالي تمنتاشر الف متداول وكان الجروب المفتوح حوالي تمانين الف وهي دي كانت البداية بتاعة قصة التداول ودخول طارق عالي على السوشيال ميديا عشان ما طولش عليكم في الفيديو انا هحط لكم الجزء التاني بتاع لسبت المنصة او المنصة وتاني منصة وليه انا على كوتيكس دلوقتي وغالبا هيبقى فيديو اقصر من دوت شوية فتابعوا الفيديو اللي بعده او الجزء اللي بعده